الشر الويه بش ما يقعش فيه وهو ما يعرفش ربما قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني أشكن يعرف فقلت يكلم في الرسول يا رسول الله هل بعد أنك قال أنك كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير كنا في الجاهلية نعبد الأصناع نأكل الميتة يقتل الإنسان ابنته ولا ابنه نعادي بعضنا نفعل ما نفعل كل ها شرور حتى جاءنا الله بهذا الخير وهو الإسلام وما فيه من محبة ومودة ورحبة إلى خيره هي قالوا بعد ها الشر بعد ها الخير اللي جانا الإسلام فماشي شر جاء هاشكن يعرف قالوا عليه الصلاة والسلام نعم شنو نعم يعني بعد الخير بعد الإسلام وبعد كده فما جي شر رد بلك نعم قالوا قالوا يا رسول الله قالوا قال عليه الصلاة والسلام نعم وفيه دخن تو ها الشر الخير اللي جاي بعد الشر هذي فما فيه دخن شنو دخن يعني حاجة مدغصة ما هيش صافية وإنما فيها مشكل قالوا قال قلت وما دخنه يا رسول الله شنو ها الحاجة اللي مدغصة فالخير ذالي جاي بعد الشر قالوا هذي اللي يزمنا نحنا ننتبهولها لأنه نعيش في هذا الشر عنا هالنوع من الشر اللي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام حذر منه سيدنا حذيفة بن اليمن موجود في ذلك الوقت فما بالكتاب اشنو قالوا قوم ناس يعني معانا قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرفوا منهم وتنكر ها عنها ماشاء الله يستنون بغير سنتي احنا نعرف سنة النبي عليه الصلاة والسلام اللي ثبتت ثبتت بالكتب الحديث الصحيحة واللي رواهمها الرواية الصحيح الثيقة وعرفنا كيفاش الصلاة كيفاش السكير كيفاش نتعامل مع بعضنا حسب ما بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته لئ توفى ما ناس في ذلك الوقت موجود وقال عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم موجودين قوم يستنون بغير سنتي ما يتبعوش في سنت الرسول لئ جابوا حاجات أخرى جديدة هاو نشوفوا فيه يقولوا كده كان النبي يعمل هكا وما كانش يعمل هكا ما ما ثبتش عليه هذي قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي موش في الهدي ما يهدوش الناس بالهدي اللي جابيه النبي عليه الصلاة والسلام تعرفوا منهم وتنكر تراف الشي ذاك كونه باطل وموش صحيح وتنكروا لكن ما تنجمش تعمل حاجة أخرى غيرها فقلت قال سيدنا حذيفة رضي الله عنه فقلت هل بعد ذلك الخير هل بعد ذلك الخير من شر طيب هذي تواها عرفناه فماش حاجة أخرى أشوا منها نحتاج منها قال عليه الصلاة والسلام نعم فما أشنو ما دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها تو فما الناس يقول لك هاي اشنو هاو تو المصلحة تقتضي مثلا بالنسبة هذي يروا موجود فيك في بعض القناوات التلفزية تونسية وعربية وغيرك وفي من يصد التواصل الاجتماعي يقول لك علش ما نعملو شي باش نتفاديو مشاكل الزواج بين الشباب نعملو الموساكنة شنية الموساكنة يعني قبل ما يتزوجوا قبل ما يخطبوا بعضهم ويتزوجوا يسكنوا مع بعضهم شهر ثنية ثلاثة يتعرفوا على بعضهم يعيشوا مع بعضهم وبعد كانت هرول ويواصلوا يتزوجوا ويعقدوا قيران وإلا لا شنية معناها الموساكنة يعني بش يعيشوا في الحراء مشوا الزواج وإنما حيات كل هذين هذه قاعدين يقولوا فيها وقال لك اللي قال المرأة علش ما تتزوجي سوز الرجال يعني قاعدين نسمعوا كل مرة في أشياء ليست من السنة ليست من هدي النبي عليه الصلاة والسلام بل هي دعوة دعوات إلى أبواب جهنم اللي يستجيب يقوليه والله هاي فكرة هذه معقولة وكذا ويستجيب له هذك قال عليه الصلاة والسلام من استجاب من أجابهم قذف إليها قذفوه فيها ما قال دعاته دعاتنا على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها هذي نوع أخرين من يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي هذو ما دعات على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها قال سيدنا حذيفة فقلت يا رسول الله صفهم لنا هتقول لنا كيف نوما خلنا عرفوهم باش نحطاتوا منهم ونسعوش منهم ونجانبوهم إخي عايشين معانا يا إخي براينية أجانب إلى خيره أشقال عليه الصلاة والسلام نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا هم معانا طوح أرى هم جايوش من فرنسا ولا ألمانيا ولا أوروبا قوم من جلدتنا كيف نكيف مع رب معانا ويتكلمون بألسنتنا باللغة هذي يعني امتعنا من نفيد وهذا هو الموجود وهذا يجب نحطاته منه أراه تقاه يجيك ربما يلبس لي بس يقول قايل ديني ويعمل لك عرقية وسيب اللحية ويلبس كذا وقال عليه الصلاة والسلام وقال تعالى إلى آخرين وهو في ذلك منافن للسنة الصحيحة وهو في ذلك منافن لما جاء في الإسلام من تعالى مغالط إذن هذو ما قال شكون هم ما جونيش من بره قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وليش المسألة يجب يحتاط الإنسان وليش يجب يحذر من هؤلاء هم في عايشين معانا هم يتكلمون منذ لغتنا وبألسنتنا ومن جلدتنا عرب كيفنا كيفهم إلى خيره أروا اللي ما يطلعش خير في بعض الأحيان على بعض هالقنوات هذية وإلى بعض المنصات التواصل الاجتماعي أروا فيها ما يهدم الأسر فيها ما يهدم الدين فيها ما يهدم القيم وتلقاه يكلم باسم الدين ويقولك هو قال ربي هو لفم آية صحيحة وخاصة يتكيه التكاو على أحاديث لا صحة لا لا أساس ويقول قال فلان وقال فلتان إلى خيرهين فيتبعهم بعض الشباب العديمي الثقافة اللي مش مقارين مش متعلمين وإلى المغرورين وإلى اللي تغريهم هالهم مراذية وتبعوا ويقولك هوا قال وكلموا كأنه معقول إلى خيره ما لهذو نعود الحديث طويل لمحالا قالوا قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال سيدنا حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير وإلى الحمد لله في خير الإسلام فهل بعد هذا الخير من شر بعد ما جاء الإسلام فماش شر يجينا خللنا نردو بيننا قال عليه الصلاة والسلام نعم قال حذيفة قلت هل بعد ذلك الشر من خير فماش على أقل هالشر اللي يجيه بعدوش خير على أقل نصلح به قال عليه الصلاة والسلام نعم وفيه دخن يعني ها هو رمو الصف زيد احطات واحذر منه قلت حذيفة قال للرسول وما دخنه شنو هالدغديص اللي فيه قال عليه الصلاة والسلام قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرفوا منهم وتنكر قال سيدنا حذيفة رضي الله عنهم فهل بعد ذلك قال سيدنا حذيفة رضي الله عنهم بعد ذلك يا رسول الله صفهم لنا يعني جليهم لنا وبينهم نكفنوما باش نحطاتوا منه قال عليه الصلاة والسلام قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسينتنا قال سيدنا حذيفة في الأخير قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك أش نعمل وقت هذا كنت هالشي ذي يظهر في المجتمع وهالناس ذو ما ظهروا أش نعم أش يزمني نعم أنصحني قال عليه الصلاة والسلام تلزم جماعة المسلمين وإمامهم هذاك هو الحل تلزم جماعة المسلمين وإمامهم أنا هم اللي تبعوا دين الله الصحيح اللي ياخدوا من إمام ثبت مش معناها ثبت يعني بالفعل قاري ومتعلم وصادق في علمه وفي أقواله مش كل من تسمع مش كل من يقول قال تعالى إلا قال عليه الصلاة والسلام تاخدوا منه لا تشوف وتحتاط تتبين المصدر هذيك شنو شنو مدى الثقة شنو مدى تكوينه إلى خيره إذا كانت تلزم جماعة المسلمين وإمامهم الصادق الثبت المثقف ثقافة دينية والصالح والتقي هذيك هو الحل لا تتبع لهؤلاء ولا هؤلاء أهمية الحديث هو أنه يدعونا إلى التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ونبذ الخلف طوالت طايفة منه وطايفة منه وهذو ما يتبعه كذلك رأى مش كافي تونس في البلاد الإسلامية هك تشوفو طوالت قاعة حتى في بعض دول الإسلامية في كل في سنوات الفارط قال لي يمشيوا يجهدوا في بعض دول العربية والإسلامية هذي هزا السلاح يقول الله أكبر والأخر هزا السلاح يقول الله أكبر هوا لو يتقاتلوا الاثنين والاثنين يقولوا الله أكبر ولد فتنة بين المسلمين ولد نعارات ولد فيها ما يدعو إلى الفرقة طيب قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيانات وأولئك لهم عذاب عظيم ثم نزيدوا مبينوا حاجة أخرى نحطات منها من هؤلاء الأشرار ثم صنف آخر يعيشوا معنا هذو ما مشهم يمسوا الدين ولا يخلينا من هذوك ولا يشكوك في الدين ولا يشوهوا ولا يعطيوا صورة غير صحيحة عن الدين الإسلامي لأ هذو ما صفاتهم أخرى يعيشوا بمبيناتنا موجودين حذرنا منهم النبي عليه الصلاة والسلام يعني أشرار مننا واخر يجب التوقي منهم هذو ما اللي الذين يظلون الناس عن سواء السبيل وينحرفون عن هدي الإسلام وسنة النبي عليه الصلاة والسلام هذي نقوا في حديث رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما يبين أن بيأضروت الحذر والتوقي دي من عاود الحذر والتوقي يعني إنسان يرد بال رأوا ما يكفيشي هنا نصلي ما يكفيشي هنا نحفظ في القرآن ما يكفيشي هنا فما حاجات نرده بالنا من كي ما إنسان إذا لرادت باله من ماكل الفلاني ذروش في بدنه كي يكثر السكر ولا الملع أو يذرني في جسمي ويوليلي أمراض وكذا وكذا الإنسان يحطط من أشياء أخرى ولدي معاش كون يمشي بلكشي لأخر مشباهي حرصا على سلامتي تربية ابنه وهكذا فما حاجات أخرى إذا ما نحطط منها بيّن هنا النبي عليه الصلاة والسلام هذا حديث رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بشراركم ما نتحدثوا على شرار الناس قال ألا أنبئكم بشراركم شرار الناس وعيدوا بالله باش الإنسان يبعد عليهم ويحطط قالوا بلاء إن شئت يا رسول الله هتعطينا هتبيننا قال عليه الصلاة والسلام إن الشراركم شرار الناس الذي ينزل وحده ويجلد عبده ويمنع رفده هذا نوع من الناس ولعيذ بالله موجودة موجودين أنا هما الذي ينزل وحده ونهار الكل منعزل ووحده لا يكلم هذا لا يتصل مع الجيرانه لا مع الزمالية في الخدمة وديما مش عندك التوحد درهم مش معرض التوحد وإنما هكت بيعته ديما وحده منعزل وما يكلم حدي لا يفيد ولا يستفيد لا هو يفيد ولا يستفيد من غيره ينزل وحده ويجلد عبده إذا كان عنده صانع ولا عبد ما كانش معاهش عبيد يعني سواء يجلد يضرب ولده ولا صانعه المهم يسيء إلى غيره بالعنف يجلد عبده ويمنع رفده الرفد يعني الضيافة يجيه واحد يقصده ما يكرموش ما يضيفوش يمنع لا يعطي لا يحسن لا ماديا ولا معنى ويمنع هذا ما شرار الناس فما أشوى منهم فما أشوى منهم قال عليه الصلاة والسلام أفلا أمبيكم بشر من ذلك أكثر شر من هذوما قالوا بلى إن شئت يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام الذي يبغض الناس ويبغضونه أو يبغض الناس ويبغضونه هذي صنف أخر لا هو يحب الناس ولا هم يحبوه هو تقع عنده كراهية وبغض للناس والناس تكره ما تحبوش ليه تصرفته ليه أعمل أشنو أرأينا في الشخص هذي شرار الناس زد النوع آخر أشوى من اللور أشوى من الصنف اللور الذي ينزل وحده ويجلد عبده ويمنع رفده هذي شيء آخر يبغض الناس ويبغضونه وبعد قال أفلاقوا بيكم بشرا من ذلك قالوا بلأ انشئت يا رسول الله هنو كل مرة يدرج بنا النبي عليه الصلاة والسلام من دركات مش درجات الدرجات الفوق درجات في الجنة وفي النار فما دركت يهبط 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 الدرك الآخر الثالث هذي شنو قال عليه الصلاة والسلام الذين لا يقيلون عثرة ولا يقبلون معذرة ولا يغفرون ذنبا ولعيذ بالله قلوب قاصحة تصور إنسان يغلط معاه واحد ما يقيلوش عثرتو يشد معاه صحيح ويحب يرد الفعل وما ينفسوش وما يسيبوش لا يقيلون عثرة ولا يغفرون ذنبا ولا يقبلون معذرة اجتقاه جي يعتذر له يقول له غلط معك سمحني ما نقصدش يقوله الشي ويقف معاه موقف معادي وربما يشكي به وربما يعاديه معا شي يكلمه وربما يعلم معاه ما يعلم الذين هذا الثالث لا يقيلون عثرة والإنسان عنده عثارات لم يقيلوش عثرتو ولا يقبلون معذرة يجي يعتذر له سمحني يغلط معاك يقول له لا ما نقبلش ولا يغفرون ذنبا تي المولى سبحانه وتعالى غفور رحيم هو يقولك لا ما نسمحك شي وما ننسى هالك شي هذية ولينا نموت وحتى نحكيها الحفار قبري أش عملت معايا كذا وكذا وكذا يعني قلوب قاص حول عياذ بالله إلى درجة أنه مكروه من عند الجميع إلى هذه الدرجة قال عليه الصلاة والسلام أفلا أمبئكم بشرا من ذلك هذي صنف رابع آخر روا موجودين بيانهم النبي عليه الصلاة والسلام فهاك الوقت هم موجودين أشنو الصنف الرابع من الأشرار اللي نبتعد عنهم واللي مبدولين بهم أشنو ما قالوا بلاء إن شئت يا رسول الله هتقول لنا قال عليه الصلاة والسلام من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره والعيذ بالله من لا يرجى خيره ما ترجى منه حتى خير لا يعاون لا يقف معاك لا ينصحك لا يفيدك لحد شي من لا يرجى خيره ما ترجى منه حتى خير لا بالمال ولا بالكلمة الطيبة ولا بالإحسان ولا بالتعامل شي من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره بالعكس الظل ده ما ظل خايف تلحقش تلحقك شي منه والعيذ بالله بعض المساوى ولا بعض الشرور هذه الصنف موجود تقام ما يسلم منه حتى للكبير للصغير للجار للقريب للبعيد إلى خيره ما لنعاود شرار الناس هذو ما اللي حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام والي اعتبره دركات درك يعني من درجة إلى أسفل اللي باش نحطاتوا منهم ونعرفوهم وباش يجنب الإنسان نفسه أن يكونها منهم طيب هذا الحديث الذي رواه طباراني عن ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام اللي قنبيكم بشراريكم شرار الناس قالوا بلاء انشئت يا رسول الله ماذا بينا هيت قال عليه الصلاة والسلام إن شراركم الذي ينزل وحده ويجلد عبده يوسيء ويضرب العبد ويمنع رفده ما يضيفش وما يكرمش إلى خيره ثم قال عليه الصلاة والسلام أفلاء بيكم بشرار من ذلك أكثر أتعس من هذوم أشنوم قالوا بلاء انشئت يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام الذي يبغض الناس ويبغضونه هو يكره الناس ما يتيق حد والناس ما تتيقوش لا تدور بي لا يكرهوه لأفعاله لتصرفاته إلى خيره ثم قال عليه الصلاة والسلام أفلاء أمبيكم الحمد لله أفلاء أمبيكم بشر من ذلك روى العطسة هذه جاءت من عند الله الحمد لله أما أما يقول المثل العربي إذا كان الكلام نرجع قال عليه الصلاة والسلام الرابع أفلاء أمبيكم بشر من ذلكم قالوا بلاء انشئت يا رسول الله قال الذين لا يقبلون لا يقيلون عثرة ولا يقبلون معذرة ولا يغفرون ذنبا قال بقاصح حديد شيء ما يتسامع شيء ما يتعيي ليلي ولا يرجع قال أفلاء أمبيكم شر من ذلك أيضا قالوا بلاء يا رسول الله قال من لا يرجى خيره ولا يؤمنوا شره ولعيذوا بالله توب الإنسان فيه تتصرف أحد هذه الصفات تصور دول ولا الرابع والخامس ولا أهدوا من النوع من أشرار الناس شرار الناس اللي حذر منهم أن يبيع عليه الصلاة والسلام اذكرهونا في الحديث اللي رويت بخاري ومسلم وابن ميجا والحديث الثاني اللي رويت طبراني عن ابني عباس رضي الله عنهما هنو باشي إنسان يميز ويعرف ويعطاط أنه توحيط به الأشرار شرار الناس ملا نتشائمه هوا ما داير بنا كان الأشرار وشرار الناس ما فامش خيار الناس ما فامش أحس الناس لفمه بحول الله وإن شاء الله هذا يكون موضوع الحلقة القادمة إن شاء الله وهي خيار الناس كيما أخذينا اليوم شرار الناس ناخده إن شاء الله لسبوع القادم شرار الناس وننتقل بعد دخيل إن شاء الله إلى الإجابة عن أسئلة السيدة المواطنين شكرا للمشاهدة